لأنها المعركة الأخيرة ولأنها المرة الأولى التي يحصل فيها مصص صارخ لهذه الدرجة بجوهر هوية لبنان ونسيجه الاجتماعي كمقال شاء رئيس حركة الاستقلال وعود كتلة تجدد النائب بشان معود أن يفصل الطبيعة الخطر المحدق بلبنان وسبل مواجهته خلال حلوله ضيفا على اجتماع التحرير الخاص بغرفة أخبار الام تي في فدعا إلى إعطاء فرصة حقيقية لوثيقة بكركي عسى أن تنتج حالة سياسية جديدة وجامعة طالما أن الظروف تطويرها إلى مشروع وطني أسهل من ظرف قرنة شهوان المشروع الوحيد الذي يقدر يجمع اللبنانيين هو مشروع الدولة هو مشروع السيادة هو مشروع الإصلاح هذا هو المشروع الذي يجمع اللبنانيين ليس معناته أن هذا المشروع لا يكون لديه أخصام أو أعداء ولكن أخصام هذا المشروع هن بالذات الذين يختاروا الطلاق مع باقي اللبنانيين هن بالذات الذين يطرحوا مشروع ذات بعد إديولوجيا طائفة خارج الدولة اللبنانية مع وضع للتعاطب جدية مع موقف الطيار الوطني الحر من حزب الله معولا على محاولات بكركي خلق إجماع مسيحي حول مشروع وطني لذا يؤكد سنفعل كل ما بوسعنا لنتقاطع مع الطيار الوطني الحر على استرجاع الدولة وكان الحريب طيار المردة أن يشارك في اجتماع بكركي وأنا من هون برجع أولى طيار المردة الموقف اللي عم تيخدوه هو موقف مش بس قصة إجماع مسيحي هو بملاحظة خطر على الكيان على الدولة على الهوية على النسيج الاجتماعي ما بتحمل هذه اللحظة حسابات فئوية حزبية سلطوية لأنه ما رح يبقى شيء تنقدر نستلمه ويتحدث معوض عن مرحلة جديدة في المنطقة لابد من مواكبتها بالعمل والتغيير تراكميا باتجاه الدولة والإصلاح ما يرسم أمام المعارضة أجندة محددة للانتخابات المقبلة أبرز ما تشمله توسيع رقعتها من 31 إلى 45 نائبا على الأقل ومنع احتكار الثنائي الشيعي لتمثيل الطائفة الشيعية اشتركوا في القناة